نروح لمنتخب مصر والحقيقة يمكن احنا يعني طبعا تريزيجي اللي كنا مستبشرين خير مش بس بانتقاله لتركيا انا مكنتش حابب يعني انه يسيب الدوري الانجليزي وهيرجع لتركيا لكن طبعا كان بعد اصابة طويلة وغياب طويل كان صعب ياخد فرصة في الدوري الانجليزي ومن هنا كانت انتقاله لإسطنبول بشاك شهير للحقيقة بداياته معاه كانت مبشرة جدا وقالت انه تريزيجي قادر على انه يعود لمستوى ويقدم مرضوط فني جاية جدا وده طبعا يفيدنا كمنتخب مصر في مواجهة للسنغال لكن الحقيقة غيابه في المباراة الاخيرة كان علامة استفهام كبيرة جدا وكان مصدر قلق بالذات لمسؤولي المنتخب الوطني اللي قالوا واكدوا الحقيقة انه اصابته في الضهر مش هتمنعه من المشاركة مع منتخب مصر امام السنغال وانه هيكون موجود في مباراة فريقه اللي جاية في الدوري التركي هيلعب مع اسطنبول بشاك شهير مواجهة قبل ما ينضم ان شاء الله لمنتخب مصر اعتقد يوم عشرين او واحد وعشرين عشان يكون جاهز ان شاء الله لمباراة القاهرة اللي هتتلعب يوم خمسة وعشرين ونفس الامر ايضا ينطبق على محمد صلاح نقول لحضراتكم اصابة صلاح انت بعت معظم موسائل اعلام الانجليزية اللي اهتمت بالموضوع ده وصلاتت عليه الدو بما انه طبعا صلاح هو اهم قوة ضربة في المنتخب الوطني في مواجهة القاهرة هنا فالحمد لله صلاح عنده كادمة بسيطة وما خرجش نتيجة عدم قدرته على تحمل الالم بقد ما كان فكرة انه اللي اتمئنان عليه وخصوصا انه نتيجة المباراة التقريبا شبه محصومة وبالتالي ان شاء الله بطمن حضراتكم صلاح وتريزيجيه ومعهم مارموش مارموش طبعا رجع يشارك مع شتوتجرت مرة تانية يمكن ما يكونش اسجل او ما ظهرش بالمستوى اللي كان عليه قبل الغياب لكن في جميع الاحوال هو جاهز وهيكون تحت امر الجهاز الفني لمنتخب مصر في مباراة للسنغال مصطفى محمد نفس الحكاية يمكن شارك مع جلتا سراي في بطولة اليوروبا ليج اه ما مسجلش والمباراة انتهت بالتعادل لعب 67 ديئة لكن كانت مشاركة قوية فمعظم المحترفين ان شاء الله هيكونوا جاهزين بشكل كبير جدا ونتمنى ان شاء الله الايام اللي جاية ما تحملش لينا اي خبر سيء فيما يتعلق بمحترفيننا الاجانب